تحتل زراعة القطن أو ما بات يعرف بالذهب الأبيض مساحة شاسعة في سهل تهامة وخاصة وادي رماع ووادي زبيد ما جعل الحكومات السابقة تعمل على دعم وتشجيع مزارعي القطن وتقدم لهم القروض وتوفر البذور المحسنة كما تقوم أيضا بتنفيذ حملات مكافحة آفات القطن وفجأة ومع تتشين ميليشيا الحوط والمخلوع الحرب قبل عامين توقف كل ذلك تاركا أثرا سلبيا على المزارعين في محافظة الحديدة إذ باتوا يواجهون مشاكل كثيرة ألحقت بمزارعي القطن تدهورا متزايدا خلال سنتي الحرب خصوصا أنه لا يزرع سوى خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام نتيجة ارتفاع المحروقات تدنت انتاجية القطن حتى وصلت إلى حوالي 200 ألف في العام الماضي 200 ألف كيلو من 12 مليون كيلو هذه الأسباب ضاعفت في ارتفاع التكاليف العالية لإنتاج القطن مقارنة بأسعاره الزهيدة حيث يتراوح سعر المادة الخام ما بين 100 و120 ريال للكيلو الواحد وهو لا يغطي تكلفة الانتاج نتيجة ارتفاع المحروقات وقد عمل الصندوق في هذا الموسم على توزيع بعض البذور في محاولات لإيقاف هذا التدهور ذهب الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى تفعيل برنامج التدخل المتكامل في مناطق زراعة القطن والذي يهدف إلى تنمية المناطق الفقيرة وتحسين دخلها وفي مقدمتها عمال مزارع القطن حيث وفر السماد والبذور للمزارعين كما قدم لهم دورات تدريبية وتعليمية بأساليب تقنية في الزراعة موسيقى